إزاي دلوقتي أنا أبدأ أعود أولادي على أنهما يكونوا الملابس الخاصة بيهم تكون بتناسب الدين الإسلامي بشكل كبير مع الانفتاح الكبير اللي موجود في حياتنا وبشوفوا الأولاد من سنهم بشكل كبير بيلبسوا لبس يمكن البنات أو الولاد بيكون لافت وغير يعني مناسب لي عادتنا وتقاليدنا حتى المصرية طبعا اللبس بالنسبة للرجل الرجل لا بد له أو للمرأة أن يلبس كل واحد لبس ما يسطر عورته هذا هذا أول طابق وبالنسبة للمرأة من ضوابط ألا يكون اللبس كشفا للعورة ألا يكون وصفا ألا يكون محددا وبدن المرأة أن تسطر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين الشباب نحن نقول يعني الشرع من جماله أنه ترك الزي واللبس للعادات والأعراف فنحن عندنا الأعراف كل مكان يعني كان يأتي الوفد على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل جاي من مكان ومعه زيه معه زيه الخاص به في عرفه حتى في بعض الهاتف قال فكان يعجم ما رأى من سمتنا وزينا لما جاء وفد الأسد صلى الله عليه وسلم الشادي نحن بنقول لما كون أنا مثلا في مكان هذا المكان يلتزم بزيه معين ولبس معين في عرفه مادام أنه لبس مؤدب ومحترم ولا يكشف عورة ولا كذا يبقى إذن أنا ألتزم به ولا أخالفه وأيضا أعود وأقول الأب والأم قدوة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر